السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم بخوة الرياض في فيديو جديد وفائدة جديدة ان شاء الله اليوم ان شاء الله نزع عند رغبة الأحد المتتبعين اللي كيلح على طريقة ديال برشينو يعني غنطيكم هذة الطريقة الممتازة والممتعة جدا هذه الإخوان رات صلح للرجال والنساء لكل شخص يعني كيدير رياضة بجنب البحر في الصباح مثلا ممكن إخضاء حصة رياضية ممتعة إضافة لأسماك وفيرة يعني طريقة ممتازة جدا هذه كانت تبقى بعض الأحيان في الشاطئ يعني مالك تكون عنده الوقت في الصباح الباكر مثلا كمشي كانت دير رياضة لمشي وفي نفس الوقت لمشي مع الصيد يعني غالبا كتظفر بقطعها وجوش لقطعها ثلاثة بعض الأحيان أعداد كبير ديال أسماك خصوصا أسماك القاروس وأسماك أبلاغ يعني هذة جوش الأنواع هما المستهدف الرئيسي في هذه الطريقة وكما كتعرفوا ركن اعتمدوا على الصيد بالرقل يعني الأسماك الصناعي الصغيرة هي على شك نعتمدوا إذن أشرح لكم واحد شرح موجازة لإخوان باش تعرفوا لها التقنية الممتازة جدا لك أن نصح أي شخص يتعلمها لإخوان يعني وغنعطيكم واحد المرجع رئيسي جدا اللي بغي يتعلمها هذه الطريقة يعني يمشي يشوف المواقع الإيطالية غنعطيكم موقع مهم ومهم جدا يعني واحد المجموعة على صفحة الفيسبوك مهم جدا يعني ممكن تديروا لها الشرح يعني ترجمة وتفهموا كل شيء من بعد إن شاء الله غنعطيكم هذا الموقع إذن تقنية البارشينو الإخوان كتعتمد على جش الألوح خشبية مهم هذا هو البارشينو دياليانا يعني من بعد نوريكم كيفاش دير يعني كانت تمد على جش القطع ديال الألوح خشبية إضافة القطع أخرى صغيرة كتربط ما بين هذه القطع الأولى والقطع التانية هذه القطع الأولى والقطع التانية كيكون هذه القطع ديال الخشب كتربط بينتهم إشارة هذا صنعته بيدي ولكن فيه أعداب كبير من الأحسان تمشوا عند النجار وتعطيه القياسات ويصنعوا لكم بكل سهولة أما أنا رضيت في وقت كتير لأنه صنعته في المنزل بطريقة مادبة شوية ولكن ما شي مشكل أنا بغيت في الأول نصنعه بطريقة بيدي ما بيش نديه للنجار فقط لغير إذن هذا هو البرشينو مثلا وهذا خيط ديال 120 وهذا الخيط ديال 120 تقريبا المسافة دياله كتكون 200 متر تقريبا لأنه كندخله في الشاطئ عرفته في الشاطئ احنا كنتمشو غير في جنب الشاطئ ما كنقسوش لما احنا نهائيا كنحطو هذا القطع ديالنا يعني غاد شوفوا الفيديوهات تحطو القطع ديالنا كتحطوها في الأرض قريبا للماء وكنتمشوه كيدخل كيدخل وإحنا كنتمشوه في الجنب الشاطئ هو داخل فصل الماء وغادي معنا وهذا الأسفة كلها كتكون مصيدة يعني ممكن ديره ثمانية القطع ما الأفضل كان فضل دائما نصحكم بثمانية الخيط يعني كيكون ثمانية مفرقين على مسافة ديال بين خمسة تلعشرة الأمطار ولكن خمسة الأمطار كتباليانة ممتازة يعني كنبازي خمسة الأمطار كنحطوهم في الوسط يعني في النصف الأخير يعني اللي كيكون في العمق هو فاشكن استفاد ثمانية ديال القطع ان شاء الله وكتكون حصيلة جيدة وممتازة إذا هذا الخيط وهذا المقبض ديال برشينو وهذا كما كنتشوفوه تا هو صناته في المنزل قطع خشبية قطعتها يعني كما كنتشوفو الضرابة ديال الشنيور يعني كنتقب 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 وكنحل تا فتحت المنطقة ديال اليد يعني طريقة بيدائية برصناته ولكن ممتازة يعني هذا هو الطريقة الإخوان وبنسبة لهذه الخيط هذو كيكون فيهم الخيط دير 35 فليورو كربون 35 كيكون فيهم طول جشة الأمطار ونصف إضافة للرقل الرقل ديال 8-8 مزيان كيكون ممتاز فهذه الطريقة إذا بنسبة للطريقة الإخوان هذو هما القطع يعني هذو القطع وهذا وهذا كل شيء هما هذو بالضبط يعني كين هذو القطع الخشبية الأولى هذي الفلور كتكون كبيرة هذو كل الإخوان راخصكم تعقلوا عليه وسجلوش تديروا لها ذي غات نفعكم بشكل كبير جدا متأكد لأنه هذو المعلومات اللي كيكونوا قلال جدا على بارشينو اللي أنه أنا صنعته وجربته وعطيتكم القياسات الصحيحة لصدقات ليا بالضبط يعني هذو القياسات كانت من التخصص سكرينشوت لهذه الصورة كانت منها تاخدوها وتاخدو الصورة الأخرى من بعد سأعطيكم واحد الموقع تدخلوا لي وغاتتفهموا مزيان طريقة كلها أنا كن حاول نعطيكم الفكرة وكن بلو من عندكم كيما كتعرفوا دائما اللي كي بغي تعلم الإخوان رامي تسناشي ياخد كل شيء يعني وتبقوا ولكن يبحث للبحث مهم جدا وفي هذو النقطة أنا غنعطيك النقاط داهبية جدا أكمل البحث ديالك هذو طريقة رأى خطيرة وصراحة رأى هذو ادي لك واحد الوقت ادي لك عقلك يعني ممتازة جدا إذا كنت من لذلك الصورة الهادي ديروا الهادي احتى هي يعني هذو الأشياء رأى بسيطة ولكن مهمة جدا كنت من لذلك احتى هي صورة باش تبقى عندكم هذو اللي كان الإخوان إذا هنا الإخوان القياسات هذو طول ديال هذا ديال الهد كي كو اتنين وستين سنتيمتر هنا يعني ارتفاع ديالو ثلاثة وعشرين سنتيمتر يعني أول أرض ديال القطعة فهنا هذو المنطقة جوش سنتيمتر كما كتشوفوا وهذه واحد القطعة ديال الرصاص هنوريها لكم مهمة جدا مهمة للغاية هذو القطعة رأى أكبر مشكلة عند الناس كاملين هو هذو القطعة ديال الرصاص كي غفلوا عليها وما كيعرفوها تشكينا أشخاصاتكم وهي اللي كتأثر وكيتتقلب لنا البارشينو في الأمواج يعني كما كتشوفوا هذو فندرتها هذو القطعة كما كتشوفوا سيكون فيها مئة جرام مئة وعشرين جرام هذه تقريبا مئة جرام اللي فيها وشدة طريقة ممتازة جدا يعني ره ضروري ومؤكدة إذا هنكمل لكم يعني هذو العواد هذو العواد ديال داخل هما هذو طول لهم تقريبا وهذا كتكون تقريبا 40 سنتيمتر ربعين ونص روحين سنتيمتر المسافة بيناتهم بين هذو هذو هنا وهنا فهنا ثمانتشر سنتيمتر الارتفاع دياله شجد سنتيمتر والعرض خمسات سنتيمتر هذا العرض هنا خمسات سنتيمتر هذا القطاع الأخرى هذي اللي فيها هذو المقبض الحديدي ماشي حديدي عفوا يعني هي ره مختلفة هذي ره ماشي بحل نفس القياسة هذي هذي كتكون كبيرة لأنها كتكون في الداخل هي اللي كتتقلب اللي كي يطلع حيث الضغط كي يكون من هنا من اللي كنسحبو الخيط كي يبدأ يطلع هكا من نص لما يعني هنا قصي يكون تقيل وكبير هذي هذي كبيرة وفي نفس الوقت فيها الرصاص باش تبت ضروري هذي الاخوان فيها 52 سنتيمتر في العرض وفي الارتفاع 20 سنتيمتر وهنا المسافة فهذه المنطقة بالطبط فيها جز سنتيمتر كما كتشوفوا عاد لم يقبض هذا هذا الاخوان رفيح تهدي هذي القطعة كما كتشوفوا قد تبع هذا الشيء موجود كتشوفت تفتح اللي ندخل فيها الخيط هذي مهمة جدا يعني تكون كتشوفت وكتشوفتها كم مرخوفة يعني هذي القطعة هي الإينوكس كان صوب عن صحاب محالة دي اللي كيبيعوا النوافي ديال الإينوكس يعني هما اللي كيبيعوا هذي القطعة كتشوفت عنده وكتشوفت لي قطعة ولكن هنا كيكون فيها بولون هنا في الراس دياله هنا وفي هذا الراس الأخر كيكون بولون كيتسد من الوراء من هنا كيتسد بولون وكيكون إينوكس أول بولون إينوكس فاكون بولون إينوكس باش ما يتصداش نهائيا لأنه ممنوع يتصد هذا نهائيا وكما كتعرفوا البحر خبير جدا يعني كيسد بسهولة إضافة لهذا الإخوان أرى هذه القطعة كيكون بولون يعني الورنيش اللي كيكله الإخوة العرب كيكون بولون في الطربة الأولى طروري من بعد ما كنا نحكوه كيكون بولون الورنيش ومن بعد كيكون بولون السباغة السباغة زيتية كي تخلف كلها وكتحميها من المياه ديال البحر أنها كيما كتعرفون المياه ديال البحر خطير للغاية إذا ننتقلوا إلى هذه النقطة كيما كتشوفوا هذا هو البارشينو كيما كتشوفوا من الداخل من الداخل اللي رأي في هذه القطعة قطعة حديدة يعني ديال كان نزيرهم كل البولون لكي تكون جيدا بالرغم من أني لديه بولونات أخرى هنا كيما كتشوفوا وكان سباغهم كان نحاول نسباغ أي حاجة ممكن نسباغها كيما كتشوفوا يعني هذه هي القطعة التي تريدكم يعني كتمنى يكون واضح هذا هو البارشينو الأخوة نره كبير وهذا هذا هو المقبض المقبض هكذا وهذا خيط ديال مية وعشرين وفيه هاد القطعة فهذا فاش نشدو الخيط يعني هادي رأي أريد لكم طريقة باش كتديرو اسميتو آآ عفونا نسيت اسميتو المهم طريقة باش نديرو نشيت ترسانو ولكن أخر أغربط لي عفونا المهم حيث كان الفيديو مباجر ما كان قطعت حاجة المهم هادو وما فاش نتبتو الخيط ديالنا ديال ترقيعة اللي كتكون جوش الأمطار ونصف ديال 35 وكنديرو فيها الرقل ديالنا كتمنى تكون يكون كل شيء واضح الآن هنعطيكم هنعطيكم هادو المهم الموقع المهم جدا يعني اي واحد خصو يتبع الاخوان اسمحوا لي هادو heذا المنطقة هذا الموقع بالطبط للإخوان هذا غد دخلوا لي في فيسبوك كانوا واحد المجموعة في فيسبوك رهما ممتازة جدا فيها غير المحترفين ديال الصيد ديال بارشينو يعني دخلوا وشوفوها إضافة أنا الإخوان كانوا بعد المواقع سمحوا لي عفوكم بعض الفيديوهات في يوتيوب اللي كيتحدثوا على نفس طريقة وبنفس الاسم كتبوا بارشينو ديفيرجينتي غيخرجوا لكم فيديوهات عفوان بالإيطالية وكان فيديوهات بالعربية طبعا وكان في الطب تشوفو هذا رهما ممتاز صراحة هذا موقع وصاحب بارشينو كيبيعوه في إيطاليا يعني كده لهم 100 أورو تقريبا أو 120 أورو المهم حاجة ممتازة وكيعطيكم معلومات وتقدروا تعرفوا أي حاجة كتخص لبارشينو كانتمنى أن نكون فيدتكم في هذا الفيديو بعض المعلومات ونتمنى تزيدوا تبحثوه وتكملوا لإخوان لأنه هذا أرى صراحة هواية ممتازة جدا شكرا جزيلا لكم على المتابعة وإلى فيديو لاحق إن شاء الله